يعني زينة بعد ما طابعنا التقرير التالي ومثل ما منعرف الأطفال عندهم طاقة كتير رهيبة يعني طاقة جل ملل تماما يعني ما بتلاقيهم غير بدهم يلعبوا بدهم ينطوا بدهم يعملوا أي شي ولكن نحن بظروف شوي استثنائية وصعبة نوعا ما يعني نحن بتمنع أنه ناخد أطفالنا للحدائق العامة أو مثلا منخاف عليهم أنه نطلعوا برات البيت كيف فينا نحن نضبط هذا الموضوع خلال المنزل ونفرق طاقة هذا الطفل في المنزل أكيد حتعرفنا علي الأختصاصية رندا الاجتماعية رندا عليدي بضيفتنا دائما يسعد صباحك أهلا سهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك رندا يعني عم نحكي عن موضوع هو موضوع يمكن شائع كتير بالنسبة لك بتسمعين من الأمهات كتير اللعب الصحيح خاصة أنه عم نسمع كتير مشاكل عن بعض الأطفال إذا كان في إفراط باستخدام الموبايلات والأم مانا كتير يعني الطريقة الأسهل فخلينا نحكي اليوم أهمية أول شي اللعب بتكون شخصية طفل لأنه كتير عم نشوفي فرط انتباه وتشرته انتباه من وراء قصص لعب مانا صح تماما هلا دائما نحنا أغلب الاستشارات أو الكلمات اللي بسمعها من الأمهات أنه دائما أنا وين بدي أخذ ابني وين أنا بدي شو أشتري له هو أبدا ما له مرتبة اللعب الصح لا بكلفته العالية ولا بالأماكن اللي بدي أخذوا عليها بالعكس تماما كلما كان الموضوع بسيط كلما كان من مواد الحياة الموجودة البسيطة اللي بيستخدمها كل يوم كلما أنا نشطت عمليات التفكير والإبداع عند الطفل يعني كتير صح أنا جب له شوية معالق وشوك وقال له يفرزون فأنا علمته فرز علمته إذا طبقوا مع بعضهم زكية اللعبة تماما هي كتير لعبة بسيطة وبتنمي حتى بتعطيه أنه أنا شو ممكن استخدم الشيء لكذا طريقة وكذا وسيلة دائما نحن الأمهات أنه خلص أنا بني داخله فابدي نزله على الحديقة أنا بني مل فابدي أخذه على المول أبدا الموضوع ما لو مرتبط هيك أو عم بينق كتير حقا أعطيه الموبايل يتسلف في ارتاح مننا أبدا هون ريحت حالة ساعة ولكن عاشت معاناة لبعدين بقى خصوصي إذا كان هو عنده استعداد لا يكون انتباهه ضعيف عنده استعداد لأنه يكون تشتته عالي أغلب الأمهات بتقولي أنه أنا بيقعد على الموبايل اللبنة ديله ما بيسمع فحصت له السماع هي أبدا ما بيكون فيه مشكلة غير أنه صار انتباهه لازم نحن ننتبه على انتباهه كيف عم بيقضي وقته تماما لهيك نحن شو ممكن نستخدم بالبيت بتقول أنا مع ليل شو فيني أعمله نشاط كتير حلو إذا قام عطاتي مسئوليات يتحمل مسئوليات نفسه بالبيت سواء يساعدك بأمور منزلية بسيطة سواء أعطي يكون فيه زاوية مخصصة بالبيت فيها شوية ألوان شوية ألعاب هو يخترعه هو يبتكره هاي المساحة الحرة للطفل كتير أنا بتفيدني بالحياة لبعدين أنا بيس زكا الطفل قدي هو إذا كان قاعد مالي كيف يسلي حاله بطريقة بدون ما يأذي حاله أو يشاغب رندا حكيتي نقطة كتير مهمة وهي أنه سعادة الطفل ما نمرطبتها بيئة تكلفة وكتير أهالي ما بقدرتون وأغلبيتنا كلنا يعني نعايشين نفس الظروف الاقتصادية يعني ودائما بيشتهي الطفل ألعاب خلينا نقول وفي عالم ما نبقدرتها تشتري له لعبة بسعر كتير عالي مشوف أح سعار خيالية لألعاب الأطفال يعني هداك نهار عندما نزلت على السوق عم بتفرج فتنا يعني بيلفتك فأنه وقت سألت على سعر القطعة هي لعبة لشعر قال هات شعرها طبيعي فأطلت لأنه شعرها طبيعي بيكون سعرها هيك فأطلت الحيال فكتير شفنا أسعار غالية كيف هي الأم تعمل لعبة صغيرة لأبنها بالبيت أو لبنتها يعني كمان هيك بتوفر على حالها أدي حلو لو مثلا هاي الأم نفسها جابت مثلا بدل ما تجيب هاللعبة اللي كلفتها كتير عالية اللي شعرها طبيعي اللي شعرها طبيعي تجيب شوية صوف مثلا وتسبتون على قطعة كارتون اللي موجود بالبيت وتخلي البنتها هي تعمل مثلا تمشطة فهي علمتها كتير حركات صغيرة وكبرى بإيديها فهو كتير هاد الموضوع بيساعد لأنه علمتها تبتكر بدون أي تكلفة مادية وأنا بقل لهم الزائد أخوه ناقص كلما شتريتي وكلما تكلفتي كلما طلباته صارت أكثر أكثر لأنه يكون ابنه ممنون ومبسوط ولا حيكون مبسوط ولا رح بيكون ممنون لازم دائما يعرف قيمة الشيء يقدروا أنا بقل لهم ما في بيت ما في ألعاب بغض النظر شوك الفتاة المادية أنا بقل لهم دائما منخبي الألعاب ومنطلع اللعبة بيلعب فيها أول ما بيبلش يمل أو يتركها برجع بخبية وبطلع اللعبة تانية فأنا دائما هون عطيته هاي المساحة حتى هو رجع يلعب فيها حيلعب فيها بطريقة تانية بطريقة مبتكرة أكثر وبنفس الوقت الطفل دائما ذاكرته كلما كان عمره صغير بيصير بينسى لما أنا برجع بجبله هاي اللعبة مرة تانية حيحاول سبت له معلومات طريقة اللعب فيها علمه ينهي مهام كتير هذا الشي مهم لما يبدأ بلعبة يعرف ينهيها وهو يرجع يضبها بمكانها المناسب هاي التفاصيل على بساطتها ولكن هاي بتاخد وقت كتير وكتير مفيدة وكتير الأم حتحس حالة عم تأنجز مع طفلة بالمقابل الطفل حيشعر بالإنجاز إنه واو أنا عم بعرف شي عم بقدر إنجز لما تخلي يرسم رسمة ولو بسيطة تعمله زاوية بالبيت تتعلق له فيها إن شاء الله لو عالبرات تتعلق له هاي رسمة اليوم فبكرة شو بدك ترسم؟ كمان نحن كتير من نقيم الطفل وإمكانياته بطريقة رسمه للأشخاص كيف بيقدر يجيب التفاصيل المناسبة أنا كليوم أبع علمو الشي فيها ممكن أنا كتير لعبوا اللعبة مثلا تعان دور بالغرفة شو عنا أشياء شكله دائري مثلا شو عنا أشياء شكله مربع مثلا تعان نغمد عيوننا ونسمع شو في أصوات بالبيت مثلا صوات البرات صوات الغسالة هدول هادا تميز السمعية على بساطة واللي ممكن كتير أمهات إنه على بساطة وأدي هيك بيلفت نظرك إنه في أطفال بتجيب أصوات خارجية لك في صوت حدا بره بالشارع في صوت زمور سيارة هاي التفاصيل كتير أنا بتأويلي التمييز السمعي بالمستقبل لما بدي بلش يدرس بيبلش يميز أصوات الأحراف هذا كله مرتبط ببعضه على بساطة من خطوات البسيطة الأولية نعم نعم يعني زينب يمكن الطريقة اللي حكيت لنا ياها ردة ممتعة شوية ومثل ما حكيتش هونة نحنا نلعبها في يون يعني ردة نحنا دائما منحب نتوسع أكتر بالحديث ماكو لكن أنت ضيفتنا الدائمة دائما بيكون عنا شي جديد معيك بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم شكرا باكم وبدنا نتمنى السلامة لكل العائلات لإليك لعائلتك لكل أحبائك إن شاء الله القاتل وللأطفالنا الله يحميهم إن شاء الله إن شاء الله